إذن مشاهدين كما تبعنا كل هذا المشهد الاحتجاجي في البلاد والذي أيضا اليوم موجود بساحة النجمة وقد ينتقل كما تقول مراسلتنا ما أحطيت إلى جسر الرينغ هذا المشهد كله كذلك يأتي ويستمر مع تراجع الاقتصاد داخل البلاد وعدم استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار حيث تراجع سعر صرف الليرا اللبنانية أمام الدولار في ساعات الماضية من 2550 إلى 2200 ليرا لبنانية وهو يعني هبوط كان ربما مفاجئ لكثيرين يرجح أن يكون السبب وراء ذلك تفعيل الحوالات الخارجية والبدء بتنفيذ تعميم مصرف لبنان الذي يقضي بسداد وكلاء شركات تحويل الأموال نقدا بالدولار الأمريكي هذه المرة يأتي ذلك في وقت لوح في حكم مصرف لبنان رياض سلامي باستخدام المادة 19 من قانون النقد والتسليف وهي التي تسمح لحاكم المصرف بإيقاف عمل مؤسسات الصيارفة بشكل دائما أو موقعت إذا استدعت الظروف الاقتصادية طبعا بعد موافقة المجلس المركزي المواطن اللبناني يعاني علاوة على الانهار الاقتصادي مشكلة البطالة فأكثر من 18 ألف لبنانيا تم تسريحهم من عملهم خلال عام 2019 نلفت هنا إلى أن 9 ألاف منهم تم تسريحهم بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 يتزامن ذلك مع تخفيض رواتب 50 ألف مواطن وتخفيض يأتي ما بين 20 و50% وعدم حصول كثير من الوظفين على المكافآت والعلوات التي يفترض أن يحصلوا عليها سنويا هذا أدى إلى تفعيل وزارة العمل لجنة الطوارئ لسيما بعد أن طالبت 120 مؤسسة وشركة تابعة طبعا لوزارة العمل بالصرف الجماعي ليصل بذلك معدل البطالة إلى 35% وهذا الرقم يتعلق بما يحملون الشهادات الجامعية الأمر الذي أجبر نحو 60 ألف مواطن على الهجرة من البلاد بعام 2019 وذلك بالمقارنة مع 32 ألفا بالعام الذي سبقه أي عام 2018 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر